السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده للبنات لبس عليكم رجعت لكم فيديو جديد بوصفة اللي كالجزوية واللي ده بثاف والاهم انها اقتصادية عندي هنا بصلة يعني الخطارية مقطعة رقيقة البطاطة مقطعة حتى هي رقيقة مع الدنوس اربعة ديال الغيضات الملحة فلفل ابيض او الاسود مهم فلفل او بزار الحليب كاز ديال الحليب وكاز ديال الزيت اه تقريبا اه مئة وعشرين ميليليتر واضحين حسب الخليط حسب اه الخليط ديالكم او الطحين ديالكم كيفاش داير وها الطرطة هادي اللي كديزوي نبزة فلدي ده البنات اه بالبطاطة وما عادش تجيكم ديك الخلعات عاد كيفاش بطاطة هادا طيب في مع الطرطة ومع هادشي اهل بنات كالطيب وكتجي اه شيشة بزاف ولديدة مع داك الحليب والبيض كيعطي واحد المضاق واحد اللي زوينا بزاف ومتأكدة غدا تعجب الوليدات كيف ما عجبات ولادي انا وما بغيتش نبخل عليكم وبغيت نتبارتجيها دابا مع انني اه درت فيديو كبيلة ودابا غدا نحط فيديو اخر لانها عجباتني ويلتغط نمشي دابا نحطها بغتاجيها مع البنات باش حتى هم يديروها في الدار هكا الوليداتكم ديروها الوليداتكم عفوا واحتل يعني احتل بالنسبة للسيدات اللي هكا ما كيكونش عندهم الوقت رها سهلة بزاف وكيما قلت لكم بمكونات اللي هي جد اقتصادية وتقريبا انا رها متواجدة في كل بيت يعني ما فيها للحمل حتى شي حاجة يعني اه مكلفة واختيت البيض كيما راحتو اقربتو مزيان حلش كل ديال الطرطة او الكيك كيما كنصيبو الكيك نس الشي انا ما غاداش نديرها عالي بالساف غنديرها شوية رقيقة ولكن تنتم ما بغيينها تكون غليضة ويعني ديروها في مول لي يكون غارق ويكون هاكا دائري عريض وكبيت الزيت على اه الخاليد ديال البيض وغادا نضيف الحليب وكنطرب في نفس الوقت باش هاد المكونات كامنا تنساجم مع بعضها وغادا نزيت شوية ديال الحليب اعفوا من ملحة انا حي تعجباتني واتنططجة معاكم ليش راني انا عندي ذاك الحماث وزايد شوية واجوي شوية ديال الفلفل الاسود او الابيض وغادا نضيف الطحين ونضيف شكل ديال القابطه تماما والخمارة ديال الحلوة لبنات اه ما قلتاش ليكم يمكن مع مكونات رهم حطوطة ولكن انا ما قلتاش غنضيفها مع الخاليد ديال ديال داقيق حلا كي ما قلت لكم حلش كنديرو في في الكيك العادي تماما ما كيش اختلاف غير هنا غادا نضيف البطاطة وغادا نضيف المعدنوس والبصلة الخضارية اللي كجيزوينة بزاف والبنات اذا بغيتوا تديرو احتى ذاك شبت ذاك الوريقة تجول بسباس احتى هم مرة كيجوز وينين كيجول دادي مع هاد الوصفة هادي وغادا نخلط هاد الطحين ومن بعد غادا نضيفه اكيد غير باش ما يطرش لي هاد الطحين منهم دا نضيفه بطراب يعني القوام دياله مخصوش يكون تقيل ومخصوش يكون جاري نفس القوام ديال الكيك تماما والبطاطة تديروها بنفس الحجم اللي شفتوا عندي انا درتو يعني مربعات صغيرة مش يديرو هاكا تخليوها مربعات كبارين ورا هاكا تطيب البنات لانا هاك نديرو الفران على درجة حرارة اللي كان طيبو فيها هاكا الكيك انا درتو على ميتين دراجة واحت عندي الفرفارة معني الفران كامل والبنات يعني اللي ما عندهم مش يمكنهم القوصوش بها درجة الحرارة يديرو مية وتسعين او مية وتمانين يخليوها الطيب على نار مهيلة او متوسطة اكيد راها كط طيب كتولي بحز زبطات اماما يعني ما تخلعوش تقولو كيفاش هاد البطاطة هادا الطيب بينما كط طيب وكتجيزوين مع ذاك الحليب وذاك البيض وغادا نضيف اه البصلة او الخليط هادا كامل دي البصلة ودي اله دي البطاطة ودي المعدنوس هادا نضيفه كامل مع اه المكونات اللي وضعت في هذا الاناء اللي اطربت مسبقا وغادا نخلطهم زيان يعني لاحظوا القوام دي لك كيفاش كيكون يعني غاد نخليوها بهاد شكل هادا يعني ما نديرواش خاتر عليهاكا او ما تبقاش جارية وانا سبق لي ودرت يعني درت سبراي هاكا المول بالنسبة لبنات اللي يعني اللي بغاد تضهنه هاكا بالطحين بحال الزبدة ندير الزبدة وبدير شوية دية الزيت وترشلها شوية دية الطحين كيما كنديرو الكيك تماما انا دا تغير سبراي كافي يعني ما محتاجش ندير الطحين وغادا نصبيت الخارط في هاد المول هادا وغادا نرشو اه بشوية دي كيل الزنجلان هاكا يمكن لكم نديروه بودور خشخش يمكن لكم تراسم هاكا على شكل مربعة من الفوق تجي عود منظر اخر ودك شي كيبقى لاحسا بالضوق ولاحسا بالخاطر والرغبة ما هادي سريعة بزاف يعني تالاخر لحظة يمكن لكم نديروها لعشلو ليداتكم اولا في القوتي او اه ممكن تكون زوينة وكيما راح ترشيتها بالسمسم او بزنجلان ودخلتها للفرن كيجي هادا وشكل ديالا كيجي محمرة وزوينة ولاحظوا معي كيجي تكون خفيفة والاهم كيجي لديدة وغير تعجبكم وتعجبوا ليداتكم وما تنسوش البنات دعموني بلي لايك وبطغطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم هذا فضل منكم ولايك راح البنات كتساعدني بزاف اه باش القناة ديالي تظهر لبزاف ديالبنات اللي باش يتعرفوا عليها لانها ما زالة بقى صغيرة مرقا يالله كتكبر وما تبخلوش علي البنات وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر وفي حجات اخرين ان شاء الله قريبا على القناة وبسلام عليكم